بسم الله الرحمن الرحيم دكتور ايمان احمد خنفور assistant professor of anatomy and embryology master degree in obstaticology M.I.C.O.G faculty of medicine Alexandria University نريد ان شاء الله هنا احدث عن الرشاق البلوري ستتحدث عن كما يتحدث عن اليار البرووري البارس ببريتة البلوري وعن لنظام الرشاق البلوري وبعد يوجد بمجمعة إلى مجموعة من نرى البرووري ما هو المقصود بالبلورا؟ ديوجرام الانيميت الدوات هذا هو اللانج و هذا هو البلورا البروستيس اسمها انفاجينيشن مرة أخرى اسمها انفاجينيشن هذا مهم جدا يتكرر في كثير من الاناتومي ما حصل ما بين اللانج و البلورا؟ حصل انفاجينيشن للانج جوه البلورا اللي نرى البلورا تعالوا نربط الديوجرام ده بالرسمة المبسطة اللي جاية هذه اللانج و هذه البلورا هذه اللانج و هذه البلورا كأنها البلون ديت والإيد دي بتمثل اللانج أما كن بحطها جوه بلونة ما كنش منفوخة جامد بناء عليه يبقى المقصود بالبلورا هي عبارة عن قلوزد سيرس ساك وهو انفاجينيشن بايز لانج فروم اتس نيديال سايد وعالفكرة عندي ثلاثة سيرس ساكس في قسمنا والثلاثة بدئين بحرف البي وكلهم بيحصل فيهم The same behavior of invagination ايه بقى الثلاثة سيرس ساكس دولت اللي هم البيريكارديام والبلورا والبيريتونيام تعال نشوف ايه الليرز بتاعت البلورا بناء على الانفاجينيشن اللي حصل دولت اول طبقة من البلورا اللي هتبقى لزقة مباشرة على اللنج اللي لزقة على ايدنا هنا كده هوت دي اسمها visceral layer الطبقة التانية الخارجية ديت اللي هي ديت كده هوت اسمها parital layer بين visceral layer والparital layer اللي في النص ده اللي هو دوت اسمه plural cavity تعال نشوف ايه البارتس بتاعت البريتال بلورا عايزين نفرم الراسمة دي ده كده اللي هو first rib دي كده ال sternum نلاحظ هنا ان cervical pleura الله دي طالعة فوق الليفل بتاع first rib كان ده مهم جداً هم جداً في ايه؟ علشان لو حد اخد step wound جرح وخذي فوق الليفل بتاع first rib يبقى اول جزء عندي هنا في البريتال بلورا اللي هو above the level of the first rib اسمه cervical pleura طيب الجزء التاني اللي هو حيكون مبطن للسوراثيك وال اسمه كوستال بلورا كوستال بلورا طيب الجزء اللي بعد كده لوحة ملامس لمنطقة الميدياستاينام اللي هي المنطقة اللي هي between the two lungs يبدأ اسمه ميدياستاينام بلورا واخر جزء عندي لوحة الامولاية مثل الدايافراجم من تحت اهوت اسمه دايافراجماتيك بلورا زي بتاع البلورا من تاني cervical pleura كوستال بلورا ميدياستاينام بلورا واخر طيب اللي هو الدايافراجماتيك بلورا طيب في حاجة باسمها سوبرا بلورا ميمبران مبدئيا هو مرواش جزء من البلورا خالص ولكنه عبارة عن stretched ميمبران بيعمل cover للcervical pleura بيمتد منين اللي فين بقى بيمتد من transversive process بتاعت cervical vertebra وبيمسك من تحت في inner border بتاع first rib بيعمل plural recesses مبدئيا ايه المقصود بكلمة recesses دات احنا هنا قبل كده هي عبارة عن تجاويف او خبايا دي ترجمتها بالعربي طب عايزين نفهمها الاول من الرسمة الانيميتد اللي جاية ده نشوف الاول مع بعض طبعا اللون الغامق ده بيمثل lung tissue اللون البيل دوت بيمثل البلورة نلاحظ هنا عندما بيحصل expansion لللونج يعني during inspiration تتمدد اللونج بنلاحظ بتملاح حتة فراغ من قدام هنا recess من قدام وبصوا تحت هنا بتملاح حتة recess ثاني من تحت اذا عندي two types of recesses عشان نفهمهم اكتر هناخد اول حاجة horizontal section كده هوت نشوفوا في اضافة اللي جاية دوت اهوت كده انا اخد horizontal section دي كده منطقة الميديا ستاينم ودي كده lung ودي كده الother lung اول recess موجودة عندي هنا هوت هو تجويف او خبايا موجودة ما بين الميديا ستاينم وما بين اللي هو coastal cartridge يبدأ اول recess عندي اسمه costo mediastinal recess طيب الرسيس التاني بقى اللي هو التحت عشان نشوفه يبقى لازم ناخد coronal section ده كده coronal section هل هي في عندي recess تاني التحت اهوت موجود بين ال diafrag واللي هو برضو coastal cartridge يبقى اسمه costo diaphragmatic recess نعيد من تاني بقى يبقى عندي two recesses واحد اسمه costo mediastinal recess والتاني اسمه costo diaphragmatic recess the costo mediastinal recess الموجود بين ال diafrag والصوريس وده بيوكيوباي اللوور بوردر بتاع اللنغ نشوفها ايه هي ال lines of reflections of parietal pleura مبدئيا كلمة lines of reflections ديت المقصود بيها surface anatomy بتاع parietal pleura زي ما اعملنا كده بالنسبة للهارت بالزبط نشوف مع بعض اولا عاوز نلاحظ القادي قادي lung متغطية بالطبقة دي اسمها visceral pleura والطبقة الخارجية دي اسمها parietal pleura نلاحظ ان الليفل بتاع parietal pleura اعلى شوية من فوق واوطى شوية من تحت الغرض من كده ايه؟ عشان اما يحصل expansion للانج تشوف تطلع شوية لفوق وتنزل شوية لتحت وبناء عليه اللي هشرحه دلوقتي هو surface anatomy بتاع parietal pleura للطبقة الخارجية دي ولكن surface anatomy بتاع visceral pleura هو هو surface anatomy بتاع lung وده حنشرحه تاني مع lung بقول من تاني يبقى انا عندي وقت كده surface anatomy بتاع visceral pleura هو هو بتاع lung تشوف ولكن surface anatomy بتاع parietal pleura ده بيكون اعلى شوية من فوق واوطى شوية من تحت والاين بتاع كده؟ ان عشان ما يحصل expansion للانج during inspiration طب اما نبص كده على الدياجرام اللي قدامنا ده هنلاقي فيه مجموعة كبيرة من الارقام ولكنهم سهلين جدا لو لاحظت هنلاقيهم ماشيين كده إلى serial even numbers ناخدهم مع بعض كده zero اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتناشر طيب تعالي ناخد اول نقطة zero دي بتمثل الايبكس بتاعت البلورة ودي بتكون على بعد واحد one inch above the medial end of the clavicle طيب اتنين واربعة طبعا دي level of ribs بتكون close to the midline طيب على ناحية الشمال it recedes about two centimeters away from the sternum ليه؟ عشان المنطقة ديت فيها the apex of the heart طيب النقطة رقم eight دي بتكون في mid clavicular line سواء يمين او شمال طيب number ten mid axillary line number twelve دي بتكون عند spine بتاعة twelfth vertebra twelfth thoracic vertebra نعيد من تاني ادي نفس الدهاجرام السابق اهو نبدأ بنا نحط اللي هو النقطة بتاعتنا على التابل بأكد من تاني كنت بنتكلم على surface anatomy بتاع parietal pleura ادي النقطة zero بتمثل الايبكس بتاعت البلورة كما قلنا one inch above the medial end of the clavicle اثنين واربعة يبقى second and fourth ribs بتكون على sternum close to the midline number six اه قلنا هو الليفل بتاع six ribs سواء يمين او شمال بس على نحية left side بتكون two centimeters away from the sternum وقلنا السبب عشان وجود the apex of the heart هنا طيب eight mid clavicular ten mid axillary twelfth بتكون عند twelfth rib opposite twelfth thoracic spine طيب طيب يا طيب الدغام ده اقدر ارسم اللنغ اه points number zero two four and six represents anterior border طيب الpoints number six eight ten and twelve represents the lower border طيب الpoints from zero to twelve بتمثل posterior border طيب دي تجميئة كده عارزين نفهمها على بعض انا بس بأكد من تاني ان السيرفيس اناتومي بتاع اللنغ هو هو الفيسرال بلورة لانهما لازقين على بعض لكن البريتال بلورة قولنا بتبقى اعلى شوية من فوق واوطى شوية من تحت وبناء عليه عندي two sets of numbers اول set of number two four six eight ten twelve طيب تاني set of number عبارة عن two four six six eight ten طيب الارقام دي بتاعت ايه؟ دي بتاعت ريبس طيب اول مجموعة من الارقام ديت هو ده السيرفيس اناتومي بتاع البريتال بلورة هي البرة ديت طيب المجموعة التانية ديت اللي هي طلعت بقى من تحت الفوق شوية بقى اقصر شوية اللي هي السيرفيس اناتومي بتاع حكتين مع بعض اللانج او الفيسرال بلورة طيب النوقة دي بتربريزنت ايه؟ زي ما قلنا second اللي هو second rib عند الفورس والسيكس بتكون على اللي سترنا كلستوزة ميدلاين طبعا ستة او تمانية ديت هتبقى ميد كيلافيكلر تمانية او عشرة ميد أجزلري على حسنة طبعا انا بتكلم على ايه؟ لانج ولا بريتال بلورة اللي هي الثمانية او العشرة 10 او 12 دي اللي هو الفيرتبرال ليفل هي تلبي اسمع فيديو دلوقت يوقف ويحاول يرسم الجزئية دي بقطة ايده لان دي محلة اسئلة واذا افهمتش بالطريقة دي بيحصل فيها كونفيوجا تعانشو بقى البلاد سابلاي والليمفاتيك درينيج والنيرف سابلاي شوفها مع الجدول دوت عندي ادي برايتال بلورة وفيسرال بلورة بالنسبة للبرايتال بلورة كل ما ينطبق عليها ينطبق عليها اللي هو الانتيو سراسيك وور يبقى الارتيال سابلاي بتاعها جاي لها منين؟ انتركوستال ارترز والانترنال سراسيك ارتري والمسكولوفينيك والبريكارديكوفينيك ارترز طب الفيسر البلورة بقى زيها زي اللنج بالظبط يبقى البلاد سابلاي بتاعها جاي لها من البرونكيال ارترز طبعا القانون عام يبقى الفيناس درنج كورسبوندنج تور زي ارترز طب نيجبها للمفاتيك درنج برايتال بلورة بتعمل درنج في الباراسترنال والانتركوستال والبوستيروميدياسترنال والديافراجماتيك لمفنودز طب الفيسر البلورة اه زيها زي اللنج تبقى ايه؟ بتعمل درنج فيه البرونكو بالمونري لنفنودز نيجب على النيرف سابلاي حال بريتال بلورة تنقسم الى جزئين النيرف سابلاي بتاعها اللي هو الانتركوستال نيرف بتعمل سابلاي للكوستال بلورة ولكن بقى الفرينك نيرف مسؤولة عن الميدياستاينال بلورة والديافراجماتيك بلورة طب ايه اخبار بقى الفيسر بلورة الغريف الموضوع انه هي ليه؟ انها سابلاي باي اوتونوميك نيرفز زيها زي اللنج الجزئية دي مهمة جدا ان ديه محل اسئلة فيه الابلايد اناتومي تعالوا نطبق الكلام ده كابلايد اناتومي بالنسبة للبلورة في عندنا حاجة اسمها ريفيرد بين عشان نفهمه انا هقول اكزامبل هو قوي عن الموضوع بتاعنا لكن عشان نفهم به لو عندي مريض عنده ابنتسايتس يعني التهاب في الزائدة الدودية هي مكانها في الزائدة الدودية ديه الابندكس موجودة في اللور and the right part of the abdomen المريض ده هيبدأ يحس الأول ببين around the ambalicus معنى كده ان هو حس ببين السايت بتاعه away from the original site of باسولجي هو ده المقصود بكلمة ريفيرد بين تعبا نطبقها في الموضوع بتاعنا النهاردة لو حصل irritation لل mediastinal central diaphragmatic pleura مبدئيا كلمة irritation بتنتج نتيجة 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 مثلا انفكشن اللي بنسميها بلورزي او اي باسولوجي يحصل فيه البلورة بيعمل فيها حاجة اسمها irritation طيب الميديا ستاينال والسنترال ديفراجماتيك بلورة السنسيشن بتاعها بيكون ترانسميتد عن طريق ايه الفينيك نيرف يبقى اللي هو حيوصل للسيجمنتز رقم ثلاثة واربعة في السباينال كورد يبقى حصل تنبيه لل السباينال كورد سنترز الموجودة في سي ثلاثة واربعة الله نفس السيجمنتز ديت بتنقل sensation من مكان تاني كمان اللي هو ايه اللي هو root of the neck و shoulders وبناء عليه المريض اللي عنده irritation في الميديا ستاينال والسنترال ديفراجماتيك بلورة يبتدي يحس ببين في root of the neck وال shoulders هقول لها بطريقة تانية السنترز اللي هي موجودة في سي ثلاثة واربعة ديت تعتبر common railway station محطة مجمعة ل two sources لا الأفرنت فايبرز اللي جاي من الفرينيك نيرف واللي هو حاجة اسمها سوبرا كلافيكلاو نيرفز اللي بتنقل sensation من root of the neck وال shoulders فامما يحصل لها stimulation يقوم المريض دوت يحس ببين في root of the neck وال shoulders طيب لو حصل بقى irritation لل costal ومرضي بقى peripheral ذا fragmatic بلورة هما دولة البين بتاعهم transmitted عن طريق مين؟ عن طريق اللي هو corresponding spinal corresponding اللي هو intercostal nerves نيرفز يبقى حصل stimulation لل spinal corticenters الموجودة في corresponding intercostal نيرفز ما يبتنقل in the same time sensation من anterior thoracic and abdominal wounds يقوم يحس ببين في anterior thoracic and abdominal wounds ثانيا نتضرب عن مجموعة من الأسئلة لو تعظم هذا نكاتب one two three المقصود بها العرض ونذاكر ممكن نبدأ نستنبت هنتسأل ازاي؟ انا لقيت ان فيه ثلاثة بلورة اول حاجة مجموعة من الأرقام تلخبط هي مهمة جدا وقالنا ثاني حاجة البلورة ممكن نتسأل فيها ثالث حاجة موضوع اللي هو الابلايد اللي هو تعال نتضرب كده ونشوف مع بعض which of the following is not true as regard the plural it has two layers صح طبعا visceral plural is not sensitive وانا زي زي lung has two recesses او طبعا ما نسا اي شرحينهم يبقى exclusion كده اكيد ها النقطة الثالثة دي بس اعاوزين نفهمها the lower border of the visceral layer extends in the mid axillary line down to the 10th strip الشاطر فيكم اللي يبدأ بقى يطلع الورقة اذا كان رسمها اللي فيها مجموعة serial numbers اللي هي المقصود بها دي خلي بالك انا هيا بتكلم على the visceral layer وان كل ما ينطبق على the visceral layer هو زي ومين زي بالضبط زي long يبقى دلوقتي اما اشوف اللورة بوردة بتاع the visceral باللورة في الميد axillary خلي بالك في الميد axillary هيبقى عند رقم كام تمانية يبقى selected answer هنا اللي هي رقم كام number D نشوف السؤال which of the following is not a part of the barital plural سهل جدا دوت ده ممكن احنا نبدأ نسمعهم في ذهننا كده هنلاقي الاسم الغريب اللي هنا بيشتبعها أعطي روحة بنشرح السوبرا plural الممبرين وان ده ما هواش جزء من البلورة بين perception from the central diaphragmatic pleura is carried through which of the following central diaphragmatic او مسمع كلمة central diaphragmatic دي على طول افكر في مين في الفينك نعم باشو پسو باشو ه máximo اشتگه موسيقى باشو